اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمجموعة من أبرز رجال الأعمال الأمريكيين يتقدمهم السيد جويل سي روزنبيرغ الخبير في مجال الاستشارات الإعلامية والسياسية جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى مملكة البحرين وذلك لبحث تعزيز الفرص الاقتصادية بين الجانبين وخلال أعمال الاجتماع أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى فتح أفاق التعاون والتنسيق مع جميع دول العالم وسعيها لجذب الاستثمارات العالمية ذات القيمة الاقتصادية العالية وذلك من خلال استراتيجياتها المتنوعة وتسهيل سيابية العمل عبر تبسيط الإجراءات وخلق مناخ استثماري مميز الأمر الذي أسهم في جعلها مركزا رئيسا للعديد من المشروعات العالمية وبوابة للشرق الأوسط ونوه سعادته بأهمية مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مشيدا بنوو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي كما أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة من دور كبير في دعم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وباقي دول العالم ترجمة نانسي قنقر